بعد 17 سنة تمر على رحيل زعيمها عبدالحق بن حمودة تعيش المركزية النقابية أسوأ مراحل تاريخها مراحل فقدت فيها الكثير من التمثيل داخل قطاعات حسسة كانت لوقت قريب تشكل وقدها الأساسي منذ وفاة مرحوم عبدالحق بن حمودة تم الاستحواذ من طرف مجموعة المصالح على هذا النقابة وأصبحت تساند الحكومة في كل السياسات الاقتصادية واجتماعية مهما كانت متناقضة يعني ما فهمنا ما هي الوجهة السياسية التي عود وقوف المركزية النقابية مع مواقف الحكومة بدل مواقف الطبقة الكادحة جعل منها هيكلا بلا روح فتمثيلها للعمال اقتصر على اللقاءات الثلاثية فقط مع احتكار عضويتها في مجالس بعض المؤسسة العمومية هي لا تقدم مطالب بل في الأخير توافق على ما صادرها وهي أول من يصرح على أنها حققت مكاسب دون أن تقدم مطالب أو قيا بحركات احتجاجية ما أنت تغير النقابة وتعود إلى نقابة رائدة مثل ما كانت عليه وإلا مآلها الزوال وبخصوص أهم محطات سيد السعيد مع المركزية النقبية فقد ثبت في منصبه خلال المؤتمر العاشر نهاية سنة 2000 جددت فيه الثقة سنة 2008 في مؤتمر جاء بعد فضيحة الخليفة المحكمة استمعت لسيد السعيد بعد ضياع عشرات المليارات من الدينارات من ودائع سناديق التأمينات في بنك الخليفة الودائع جرى نقلها من بنوك عمومية بأمر من سيد السعيد سيد السعيد يتأخر اليوم في تجديد الهيكل بما فيها الأمنة الوطنية ومنصب الأمن العام المؤتمر القادم للمركزية متأخر على موعده بأكثر من سنة هجرة عدد كبير من النقابيين يشكلون اليوم محور النقابة المستقلة وانتهاء احتكال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي كانت تشكل سير الملفسات في هياكل المركزية النقبية مستقبل غامض ينتظر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ظل موجة الغضب على أمانته العامة إضافة إلى تمرد النقابات تمرد يبرره نقبيون بتغيير المركزية لخطها المدافع عن العمال إلى خط الدفاع عن الحكومة ترجمة نانسي قنقر